السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى يا رب بتكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعرض النسبة المقاوية لشحن البطارية في ناس كتير بتبقى عايزة تعرف البطارية وفاضل فيها كم في المية ولكن النسبة المقاوية ما بتكونش ظهرة فوق جنب البطارية فاحنا هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعرضها زي ما حضراتكم شايفين مكتوب 75% دي النسبة المقاوية للبطارية في ناس في الموبايلات بتاعتهم ما بتكونش موجودة النسبة دي وعايزين يعرفوا النسبة بتاع البطارية بتاعتهم بتكون كام فعشان كده انا عملت الفيديو ده والطريقة ديت هتكون لموبايلات اوبو في الله بينا على بركة الله ولكن ياريت في بداية الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة ويلا بينا على طول هندخل على الاعدادات هندوس على ترس الاعدادات من فوق كده بعد كده هيدخلنا على اعدادات الموبايل في ناس كتير بتتوجه على طول على البطارية زي ما حضراتكم شايفين كده بيدخلها على البطارية من جوة ويدورها على الاعدادات ومش بيلاقوا نسبة الشحنة خالص اللي في البطارية ما بتكونش موجودة هنا في الاعدادات خالص عشان خطر يقدروا ان هم سواء يظهروها او يخفوها ما بيلاقوا هاش هنا خالص وهي فعلا مش موجودة في قسم البطارية فاحنا نرجع خطوة الورا اه نعم اه في موبايلات تانية كتير بتكون الميزة دي بتشتغل من قسم البطارية ولكن في موبايلات لا والطريقة بتختلف من موبايل التانية اما بالنسبة موبايلات اوبو فهي موجودة في قسم الاشعارات هنيجي هنا عند قسم الاشعارات وشريط الحالة هندوس عليه كده مع بعض وبعدين من هنا هنختار شريط الحالة زي ما حضراتكم شايفين موجود هنا النسبة المقاوية للبطارية لو دوسنا عليها كده هنلاحظ ان هي اختفت من فوق من جنب الواي فاي والشبكة ولو دوسنا عليها كمان مرة هنلاقيها انها ظهرت معانا بكل سهولة وهي دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر من خلالها اننا نتحكم في النسبة المقاوية للبطارية تقدر تفعلها او توقفها من خلال شريط الحالة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم على طول واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد مع السلام